وزي ما حركتها فضلت يقولتي انه دايما الوقت ده في من السنة الحقيقة بيبقى صعب قوي في كل البيوت يعني مجهد بالنسبة للأباء والأمهات والطالبة في نفس الوقت فمهم ان احنا يعني ايه نبقى هادين ونتعامل معها بهدوء عشان نقدر نعديه بسلام ويعني نجني سمار السنة كلها زي ما بيقولوا يعني اول حاجة بنقهل الطالب من قبلها بشوية كده ان احنا امتحنات دي امتحنات عادية زيها زي اي امتحنات انت مريت بيها على مدار السنة يعني انت قردي دخلت يعني امتحنات شهر وكوزات وحليت اسئلة في الكتب يعني الامتحان اللي جاي ده مش هيجي مختلف عن الاسئلة اللي انت حلتها فانت يعني عددت في الاسئلة دي قبل كده مفيش داعي اخلص للقلق هو مش حاجة جديدة هي حاجة تحصيل انت اصلا يعني مريت بيه قبل كده عشان ما يبقاش فيه رهبة من الامتحان لان طبعا نخوف من المجهول ان احنا نقوله احنا حيجي صعب ومش عارف حيجي ايه ده هو اللي بيخليه يبقى قلقان ومتوتر دي نمرة واحد نمرة اتنين طبعا جو البيت مهم جدا انه يبقى فيه هدوء لو الاب والامة قالوين يسيطروا على القلق بتاعهم شوية ما يحطوش ضغط عصبي لان القلق معدي بصراحة يعني لو الاهل قلقانين ومتوترين حينقلوا القلق والتوتر ده للطالب فبالتالي ممكن يأثر على اداؤه يعني فعلا فيه لما يزيد الضغط يعني دايما يقولوا ايه قليل من القلق جيد بيحفز ويخلي الواحد ينجز لكن الكثير من القلق ممكن يعني فيه كيرف كده ينزل الاداء بتاعي خلاص انا يحصل لي زي مقدرش ان انا انظم افكاري ولا استرجع المعلومة زي ما بيقولوا يحصل لي منت البلاك يعني مخي يقفل مقدرش دواري بنحصل فعلا يا دكتورا ممكن فيه رسالة او حد بعت حاجة زي كده انا حصلت له في المتحان فعلا ده حقيقي ده معناه ان مستوى القلق عنده عيلي زيادة عن الطبيعي يعني ده فيه كده زي نقطة معينة خلاص الاداء بينزل عندها لو انا القلق ده زيادة عن المطلوب بيقلل الاداء بتاعي ممكن يخليني مقدرش جاوه فمهم ان الجو البيت يبقى هادي ما يبقاش فيه تشتت كمان يعني ما شتتوش في مشاكل فرعية او حاجات فرعية يبقى مركز اكتر في التحصيل الدراسي في الفترة دي اوفر له مكان هادي اضاءة جيدة تهوية جيدة فيه بعض الخصوصية طبعا يعني نفعش يبقى بيذاكر في الليفينج قدام والناس طلع دخلة وتلفزيون وكلام بمناسبة التلفزيون احنا كنا بنشوف ان زمان نمازج ملهمة جدا يعني قرينا على الناس ما كانش عندهم كهرباء في البيتهم وكانوا بيخرجوا ويذكروا على عمود النور في الشهر والنهاردة دول اطباء ومهندسين وناس يعني قمة في العظمة وقرينا على الناس كتير زي دي النهاردة التلميذ او الطالب بيبقى زي ما حركبت بتقولي كده قاعد في الليفينج التلفزيون مفتوح مامتو مسكة الموبايل وبتكلم صاحباتها وفي نوع من انواع الدوشة هو لا مندمج في المذاكرة ولا هم عارفين يجبروه المواضيع زي ما بيقولي كده ايه ساحة على بعضها يا دكتور ما فيش رابط في هذا الامر وانا زي ما بقولي حركب لازم يكون فيه خصوصية في المكان اللي هو بيذاكر فيها بعض الخصوصية على قد ما نقدر طبعا يكون فيه يعني جو هادي نقلل التشتت عشان يقدر نو يحصل في اقل وقت لان احنا بنبقى ملتزمين يعني بوقت قليل عشان اراجع الحاجات اللي أنا المفروضة اراجع مهم برضو ان انا نفهم طبيعة الطفل الطاعي او الطالب يعني طبيعته ايه لو هو واشوف احتياجاته يعني من الاخطاء اللي كتير الاهل بيعملوها انهم بيفرضوا طبعهم او طريقتهم على الطالب يبقوا عايدين هما يقولولو يذاكر ازاي او ما يذاكرش ازاي لازم يفهموا طبعه لو هو قلوق ومتوتر اهديه وابتدي ان انا اطمنه هو خايف انه ما يسترجعش المعلومة ممكن مثلا اقول له انت محتاج مني اسمعلك او تحلم تحين تشوف انت حليه تطبق اكتر منك انت تقعد تذاكر وتذاكر وتذاكر وتراجع تطبق عشان تتأكد ان انت هتقدر تحل لو هو لاعبي وشوية بيزهق وملول ممكن اتديله فترات من الراحة نزبط مع بعض مثلا الاوقات اللي هو يقدر يذاكر فيها والاوقات اللي هو يقدر ياخد فيها راحة عشان ده يحفزه ان هو يرجع تاني احفزه طبعا انه فاضل وقت قليل احنا خلاص يعني فاتك كتير زي ما بيقولوا ده فاضل بعد ما نخلص هنسافر هنخرج هنعمل يعني نديله حافز معناوي اه وتشجيع طبعا والشخص الالوء ما حطش عليه ضغط يعني ما حطش عليه ضغط واقوله يعني هو بيذاكر وقوله زاكر مثلا يعني دي برضو غلطة اغلب الامهات بيعملوها نوعي لقوه بيذاكر وانا عوض اقوله زاكر فانا كده بحط عليه ضغط لقيته بيذاكر خلاص ما حطش عليه ضغط زياد لو لقيته ابتدى يزهق ويلعب ويقوم وكده نأجل اللعب الوقت تاني يعني افهم طبيعة الطالب بتاعي لو ما بيعرفش ينظم وقته اساعده ان ينظم وقته يعني دايما اخر نفسي شوية واشوف هو محتاج ايه وانا اعملهله مفردش طريقتي مفردش نظامي عليه عشان ما لخبطوش وما حسسوش بالضغط اللي احنا او يتنقله القلق بتاعي